اشتركوا في القناة بعلام كبير الأستاذ الدكتور وليد سيف شاكرين مؤسسة عبد الحميد شومان على هذا التجمع النخبوي في الحقيقة سأدير جلسة على وليد سيف بوصفه شاعرا تعلمون إن وليد سيف له ثلاث مجموعات شعرية وهي قصائد في زمن الفتح في عام تسعة وستين وتسعمائة وألف ووشم على ذراع خضرة عام واحد وسبعين وتسعمائة وألف له تغريبة بني فلسطين عام تسعة وسبعين وتسعمائة وألف وله قصيدتان سولو البحث عن عبد الله البري والحب ثانية وهنا شعرية الشعر والفرادة في نصوص وليد سيف هي في هذه العودة إلى الترانيم والترويدات والحكي الموجود في التراث في الشعر يعني تسريد الشعر هو جزء من شعرية وليد سيف وأنا أبحث في شعر وليد سيف لم أستطع أن أتجاوز هذه الترنيمات العشتارية أو ترنيمات الإلهات الكنعانيات وهن يا أقمار الحزن الباردة الفضية يا زهرات المدن السحرية حيث تعلق خضرة فوق الجدران اسما ممنوعا وقصائد مسبية وأيضا أصطرت الشخصيات اليومية العربية والفلسطينية البسيطة خضرة وأصطرت عبد الله بن صفية وزيد الياسين يا عبد الله بن صفية حين يجيء إليك الشرطيان الموكل لهم التحقيق مع الجثث الثورية قل لهما إني فلسطيني وابن فلسطينية قل لهما أمك ماتت تحت بساطير القوات المدنية وأخوك يموت الآن هنالك في إحدى الغرف السرية في سجن الرملة تحت هراوات يهودي من روسيا وأخوك الثاني مات من العطش القاتل في الأرض الصحراوية التغريبة في كل وجوهها شعرا أيضا هذا التناص مع سؤال ملكين المستفز الذي يتحول من عالم ما بعد الموت إلى عالم الحياة هذا هو وليد سيف أيضا لا أريد أن أصادر على المنصة وعلى الأساتذة الكبار الذين أعتزوا بأن أكون إلى جانبهم الأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين وهو أستاذ النقد الحديث بالجامعة الأردنية عضو مجمع اللغة العربية الأردني كما تعلمون لا تلموا الكلمات بتجربته الثرية عمل أستاذا في الجامعة الأردنية وجامعة اليارموك وجامعة تانيسي الأمريكية وجامعة الملك سعود بالرياض وجامعة الإمارات العربية وجامعة الشارقة وشغل مناصب إدارية في عدد من الجامعات كما شغل منصب عضو في مجالس أمناء عدد من الجامعات ومؤسسات الجوائز وقد حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في الأردن وجائزة الملك فيصل العالمية وعلى جائزة فلسطين للآداب له أكثر من خمسة وأربعين مؤلفا في النقد والدراسة والإبداع منها وتتلمذن له عليها له تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام ومدرسة الإحياء والتراث وأصول المقامات والمسرحية العربية الحديثة والتراث والرواية في الأردن تحولات السرد الأقنعة والمرايا وله عدد كبير من البحوث والدراسات وورقته بعنوان الصورة والدلالة في شعر وليد سيف تفضل دكتور عشر دقائق لو سمحت بسم الله الرحمن الرحيم الشكر جزيل لرئيستنا دكتورة شهلة العجيلي وتحياتي وتقديري لمن يزينون هذه القاعة في الاحتفال للصديق والزميل الأديب الكبير الدكتور وليد سيف وليد سيف من الذين ينطبق عليهم أنهم ملأوا الدنيا وشغلوا الناس موضوع الصورة والدلالة في شعر وليد سيف وهذا موضوع أقرب إلى التخصص وبعيد عن المحفلية ولذلك معي عشر دقائق والبحث أو الورقة الحقيقة الحديث عن الصورة دائما يتصل باستخدام هذه الصورة في الشعر على اعتبار لازم دائما في تقديم قصيدة جميلة أو قصيدة رائعة وإذا نظرنا في شعرنا العربي القديم فهناك قصائد مشورة جدا نجد فيها تقشف تقشفا في استخدام الصورة ولكنها تقدم ما هو مطلوب من الشعور العميق والمعنى الدقيق على سبيل المثال أنا أذكر في هذه الورقة قصيدة لشنفرة المعروفة تعرفون أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني قوما سواكم لأميله فقد حمت الحاجات والليل مقمرا وشدت للطيات المطايا وأرحلوا إلى خلعي هذه القصيدة يعني نجد فيها تقشفا وحتى يعني حين يكني نجد المعنى قريبا إلى المتلقي لا يحتاج لك الذهن وما إلى ذلك يعني حين يقول يوم من الشعر يذوب الوابه أفاعيه من رضائه تتململ نصبته له وجهي ولكن الكن ستر ولكن دونه ولا ستر إلا التحمي المرابل أو حين نرى مثلا قصيدة تصل إلى الذهن وإلى القلب مثل قصيدة يا أية مالك بن ريب ألا ليتشاري هالأبي تنة وهو استخدم الغضاء الغضاء وكرر هذا الغضاء ووصلت إلى أعماق الناس ألا ليتشاري هالأبي تنة ليلة بجنب الغضاء أزل قلاص النواجه فليت الغضاء لم يقطع ركب عضه وليت الغضاء ما شركاب لياليا لقد كان في أهل الغضاء لو لنا الغضاء مزار ولكن الغضاء ليس الداني ربما نلاحظ في شعر الإحياء وعند الرومانتيكيين أيضا عدم الإسراف في استخدام الصورة لكن في وقتا معين بدأ استخدام الصورة استخداما كثيفا ويعرف الدكتور وليسيف هذا حق المعرفة هو قضية خلفية الصورة يعني هناك لوحة فإذا بدأ استخدام الصورة استخداما يعني كثيفا جدا فربما يؤثر على هذا على اللوحة فلا تصبح اللوحة خلفية الصورة واضحة لكثرة ما فيها من إغلاق وإغماض الدكتور وليسيف في شعره لم يلجأ إلى هذا التكثيف لا أقول كان متقشفا في استخدام الصورة ولكنه لم يجعل هذه الصورة تحول دون وصول الدلالة والمعنى ولكن مع ذلك فقد كان كانت الصورة دافعا وأساسيا في توسيع هذه الدلالة وقد أشرت إشارات سريعة جدا إلى استخدام الدكتور وليسيف الصورة الجزئية وهذه الصورة يعني في البدايات بنت المرحلة الثقافية والاجتماعية يعني عالم الذي كان ينتشر فيه السياب وحاوي وعبد الصبور وما إلى ذلك هذه الصور التي كانت تستخدم ولكن كان للدكتور وليد صوته الذي يتميز فيه ويعني ربما ستراد أذكراً وليد سيف وهو طالب في المدرسة أظن ليس في الجامعة قد نشر في مجلة الوفق الجديد بعض قصائده يعني هو الوقت دائماً صعب وذلك ثلاث دقائق ثلاث دقائق إن شاء الله إن شاء الله بخلص منه يعني أنا لاحظت ما سميت استخدام الدكتور وليد سيف للمشهد والمشهدية الحكائية ربما مصطلح أحتاج إلى بعض التفصيل ثم استخدام الدكتور وليد سيف للقناع فهو استخدم الأقناع كثيراً وفي خضرة وزيد اليسين وفي صفية وفي سعدية أظن أسباب كثيرة جداً وأشرت أنا في يعني استخدام الدكتور وليد سيف للقصة الشعبية في توسيع الدلالة وأشرت أيضاً إلى أن صورة المشهد تتفتح على وحدة النقائد فمن الدم يولد العشب الأخضر وما إلى ذلك وأشرت أيضاً إلى ربما بعض الناس يخالفون في المصطلح ولكن الصورة الصوتية فقد استخدم هذا الصوت كيف يعني والاستخدام هذا يعني متح هذه الصورة الصوتية من الحكايات الشعبية من الحكايات الشعبية النساء الصوت النساء يعني أنا قلت من البداية أنني أستطيع أن أعرض هذه الورقة في هذه الدقائق السريعة ولكن دعيني بس أقرأ بعض السطور في الخاتمة الخاتمة طبعاً يعني علينا أن نلاحظ أن الصورة أحياناً تبدو في شعره صورة كلية شاملة وهذه الصورة الجزئية أحياناً تأتي لإضاءة المشهد بشكل عام أقول وإذا كانت حركة الشعر الحديث شهدت تفاوتاً في استخدام الصورة من المباشرة والتقشف في استخدام الصورة إلى استخدام الصورة نسبياً في توسيع الدلالة إلى الإغراق في استخدام الصورة بكثافة حتى تكاد تصل إلى حد الغموض الكثيف والاستغلاق فإن وليد سيف قد توسل بالصورة متأثراً في البداية روح العصر وخاصة في مدة تحول من المزاج الرومانتيكي إلى بزوغ حركة الشعر الجديد في بداية تجربة الشعرية ثم نحى باتجاه امتلاك صوته الخاص فوظف الصورة في معينته الواقع وتحولات القضية الفلسطينية فبدأت الصورة المشهدية والدرامية هذا ملمح مهم جداً في شعره نلحظ هذا التحول نحو الدراما التي أصبحت الصورة الأساسية لفعله فبدأت الصورة المشهدية والدرامية واضحة في شعره ولعل ما أسميته الصورة الصوتية فاتحة للتحول الدرامي في شعره انسجمت مع اتكائه على الموروث الشعبي والحياة العامة من عبارات ومقولات واغنيات وهازيج وأمثال وما جعل نبرة القصيدة أحياناً من العلو بما يشي بالخطاب المسرحي ويقترب من الشفاهية وهي خصيصة تميز القصائد الأخيرة لوليد سيف وتتقاطع مع ما أبدعه في أعماله السردية والدرامية لقد ابتعد وليد سيف عن المباشرة في شعره ولكنه لم يبلغ حد الغموض الذي يودي بخلفية اللوحة الشعرية ولعل استخدامه القناع الذي علق بذنه القارئ وهم مستفد مستمد من شخصيات منواضلة ثائرة هو الذي جعل كل ما أفاده من مجالة الصورة وحقولها الدلالية قريبة قريبة إلى الذهن والقلب شكرا جزيلا شكرا 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 دكتور إبراهيم السعافين أستاذنا الكبير على هذه الشغل على هذه الموتيفات الموجودة في شعر وليد سيف وأكد الأوراق كلها ستطبع وتصدر عن مؤسسة عبد الحميد شومان فهي دراسات مستفيدة نفيد منها جميعا إن شاء الله أنتقل إلى الأستاذ زهير أبو شايب والأستاذ زهير هو شاعر ولكن أيضا له هذه الشعرية الدجيتالية التي نعرفها جميعا ولكل منا أو لمعظمنا نسب مع أغلفة الأستاذ زهير في غلاف واحد على الأقل وهذا أيضا يلتقي مع شعره الأستاذ زهير هو مدير تحرير مجلة أوراق الصادرة عن رابطة الكتاب الأردنيين ورئيس تحرير مجلة الروزنة المتخصصة في الفكر النسوي الصادرة عن اتحاد المرأة الأردنية من أعماله المنشورة جغرافيا الريح والأسئلة الأعمال الشعرية دفتر الأحوال والمقامات بياض أعمى سيرة العشب ثمرة الجوز القاسية هذا في المقالات ظل الليل مطر سري وقد حاز على جائزة محمود درويش عن أعماله الشعرية وورقته بعنوان شعرية الحنين قراءة في منجز وليد سيف الشعري تفضل أستاذ زهير عشر دقائق لو سمح أسعد الله صباحكم أنا اختصرت ورقتي بما يلائم ربع ساعة لكنني سأقفز عن بعض الفقرات لكي أجعلها تلائم العشر دقائق المتاحة لي وسأقرأ لكي لا أضيع الوقت ولدت تجربة وليد سيف الشعرية في لحظة النكسة ولذا فإن كل قراءة جديدة لها ستقود بالضرورة إلى النكسة بوصفها نقطة الارتكاز التي ظلت مشدودة إليها إن الكتابة هنا ليست طرفا ناجما عن فائض وجود بل هي حاجة ناجمة عن وجود قلق منتقص يدفع الذات إلى معينة العالم بوصفه فضاء غسقيا تتبدد فيه الأشياء وتتحول إلى مفقودات معتقة ومفردسة هكذا اختارت قصيدة وليد سيف لغتها وعالمها محكومة بشرط النكسة وبالمرارة الناجمة عن فقدان الوطن وصار الموت ثيمة رئيسة فيها ولدت معجما كاملا من مفردات الغياب ولا أقصد الموت العادي هنا الموت الذي تنشغل به القصيدة الوجودية بل ذلك الموت الداهم الذي لا يلتزم بالزمنية ليكون ذروة منطقية يمكن القبول بها بل يأتي بلا معاد كما يقول الشاعر كأنه السيل المفاجئ الذي يغرق خطى الأولاد الذاهبين إلى الحياة ويعكر الرؤية ويحول الوجود إلى حالة من الحنين والحزن العارم لكن هذا الحزن النستلجي الذي تغرق فيه الذات عند رؤية الموت ليس حزنا عدميا يفضي إلى اليأس بل هو حزن رسولي ينتهي بالميلاد واسترداد الخطط طفولية المتجهة صوب المستقبل هذا الحزن النقي القاسي الذي يقول عنه وليد سيف قاسية النقاوة الأحزان كأنها أقصى الفصول يا حبيبتي كأنها نيسان يحيلنا إلى نيسان زمن البعث والولادة لا زمن اليأس وهو مختلف عن الحزن الفردي الرث في أنه حزن عام مرتبط بالوجود الجمعي لا بالأن المفردة ولذا فإنه على حد تعبير إيريك فرون حزن غيري كينوني يصدر عن ذات تمتلئ وتفيض تعبيرا عن نزعها العميق إلى احتضان الآخر وإغداق المحبة والحدب عليه وليس حزنا تملكيا ناجما عن التعلق بالأنا وبممتلكاتها المفقودة وهكذا فإن الآخر عند والجدسيف هو أحد ينابع الشعرية وليس جحيما كما وصفه سارتر والوجوديون حيث يتحول الآخر من كونه وجودا ماديا مفارقا إلى كونه امتدادا صوفيا تغدو معه الذات هي العالم وحين نتأمل ذلك الصوت الريفي المرنخ بالحزن الذي نجده لدى الشاعر الذي يقول وما يزال في ذلك الريفي والذي يخاطب به أنثاه المتخيل وبلاده تبدو لنا الكتابة عن الذات شكلا من الفلاحة في الزمان والمكان وامتدادا لثقافة الخصب المغيلة عميقا في طبقات الوجدان السفلى ويتحول الموت إلى حالة تقسية مقدسة مثل الحياة تماما والصوت الريفي عند وليد سيف علامة فارقة تدفعني إلى القول أن تجربته الشعرية بأكملها تنتمي إلى ما يمكن أن نسميه بالقصيدة الريفية وهي تلك القصيدة التي تستخدم الخصبة ومواده وفضاءاته الثقافية هذا ما يفسر الحساسية المختلفة التي تناول بها الشاعر ثيمة الموت ووفرة مفردات الطبيعة في شعره ويوضح لماذا كانت ثنائية الفقد الاسترداد التي قامت عليها عقيدة الخصب التموزية أساسا لذلك الشجى النوستلجي الذي امتازت به تجربته الشعرية إن حنين الشاعر إلى المكان ليس لأنه مكان ماض بل لأنه مكان مفقود فالمكان يشيخ ويغدو ماضيا حين يغدو الكائن مستقبلا ولذا فإن الحنين إلى المكان الماضي هو حنين رومانسي إلى ما لا يمكن استرداده أما حنين الشاعر فإنه حنين إلى ما يعد استرداده حتميا لأنه مكان مفقود داخل الذات في أحلامها ومتاقاتها وكوابيسها ومن خلال بنائها الدرامي حافظت القصيدة على ريفيتها وسرديتها واتسعت لحمولة وافرة من المقالات والشعر الشعبي الدارجي أحيانا والمفصح أحيانا أخرى مثل قوله زلقت رجل حبيبي عن درج الدار ووقعت أنا برجم بالحزن حمام الجار وأجبت أنا صبت في قلبي كل الأنهار وبكيت أنا هذا يذكرنا طبعا بالشعر الشعبي زحلك حبيبي على البلاط وكأتنان وعدا عن ذلك فإن الحنين تحول من صوت غنائي عال يغلب عليه الشجاة الذاتي إلى صوت درامي خافت أقل تفجعا وأنينا لكن ليس أقل حرارة ولم ولم يعد الوطن مجرد مكان مفقود بل صار كينونة مفقودة بكل تفاصيلها لقد تغير معنى الوطن ومعنى العالم ومعنى الذات ومعنى الآخر ومعنى الثورة ومعنى الحرية ومعنى الفقد ومعنى الموت وصارت القصيدة تتحدث عن وطن قاتل بعد أن كانت لا تتحدث إلا عن وطن مقتول وتتهم رجال الشرطة والحرس الليلي وبولس الطرقات بعد أن كان كل غضبها منصبا على العدو وتتحدث عن القمع والغربة والخيانة والخذلان بوصفها تفصيلات جديدة في المشهد القيامي بعد أن كانت النكسة تحتل المشهد بأكمله وصارت المدن تتقاطع وتتشاكل والأوطان كلها تتحلل وتفقد أشكالها ومذاقاتها لتتحول إلى مفقودات لا تختلف كثيرا عن فلسطين وليتحول أبناؤها إلى غرباء ومنفيين وشهداء مثل الفلسطيني تماما ولذا فإن زيد الياسين كان يتوهج أحيانا ليصبح اسما للعربي الجريح لا للفلسطيني الجريح فقط وذلك تحول النستلجيون بحد ذاته لأنه يعبر عن حنين الفلسطيني والعربي المفرد بصيغته القطرية إلى الذات العربية الجامعة المفبودة سأختم فقط بهذا المقطع الشعري الذي يقول فيه وليد سيف كانت خضرة تولد في رأسه وعلى كفيها نجمة دم كي أصبح بعد قليل غصنا في هذا الغابة الممتدة من نهر الأردن إلى غرناطة طبعا نهر الأردن وغرناطة هما حدان مكانيان يمتد بينهما زمن يحيل كل منهما إلى الآخر يربط الهزيمة بالهزيمة ويحيل ذاكرة المصاب أو المهزوم إلى ذاكرة تاريخية شكرا لاستماعكم شكرا 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 عزيزي الأستاذ زهير يعني أنا آسفة سلطة الوقت يعني ليست بيدي وإنما من بيد المنظمين يعني الشعراء حتى حينما يقرؤون الدراسات صوتهم حزين وشعري وماذا نفعل الآن مع شاعر وأكاديمي الدكتور راشد عيسى وهو أستاذ الأدب والنقد الحديث في جامعة البلقاء شاعر أصدر خمسة عشر ديوانا وله ومن عنوين هذه الدواوين حفيد الجن ويرقات وما أقل حبيبتي له من الكتب النقدية 12 كتابا وهو خبير في أدب الأطفال وله منجز عريض في ذلك خبير مناهج للغة العربية لدى منظمات دولية وعربية ونال مؤخراً جائزة الدولة التقديرية في الآداب ألف مبروك وورقته بعنوان الانفعال الدرامي في شعر وليد سيف تفضل يا دكتور راشد راشد دقائق خلو سمح صباح البحبة والشعر شكراً لهذا الضحى الذي يجمعنا بأستاذنا المحتفى به يا دكتور وليد سيف وعنوار ورقتي الانفعال الدرامي في شعر وليد سيف وهذا له سبب يعود إلى ثلاثين سنة حينما درسني في مرحلة الماجستير في إحدى المحاضرات عن الأسلوبية وتحدث عن أن التكرار ظاهر أسلوبية فاستشهد بقصيدة الحارث بالعباد عندما قتل ابنه وبعد أن كان قد صمت على الحرب ثم اضطر إلى أن يفأر فكرر عبارة قربة مربطاً عامة منه أربعة عشرة مرة وأكثر بانفعال فتاك وبعد أن هدأت المحاضرة قليلاً فطلبنا من الدكتور أن يقرأ لنا إحدى قصائد فقرأ لنا في ذلك الوقت أحدث قصائده الحب ثانية وهي من القصائد غير المنشورة في دواوين وعندما قرأتها كان أمامي الحارث بن عباد ووليد سيف في مسألة الدفق الانفعالي الشديد ثم مع متابعة لأعماله من مسلسلات وأعماله الدرامية شعرت بالتأكيد بالنسبة لي أن الانفعال الدرامي جزء كبير جوهري في شخصية الدكتور وليد إن كتب شعراً وإن كتب دراما فالقصيدة بلحسن حظي أيضاً هي قصيدة تائرة انفعالياً وأنتم تعلمون أن الانفعال جزء من مكونات البنية الشعرية لأن العاطفة الذاتية كالندى في تخصيب العشب الجاف اليابس في حقول اللغة العاطفة الشجاعة تزيد نسبة المائية والرونق والتراوة ويسر الهضم والتلقي في العمل الأدبي ذلك لأن الشعر في جوهره الفطري إنما هو شحنات انفعالية في أثناء حلم اليقظة أو في أثناء تشكيل الموقف الشعوري هذه القصيدة كما قلت هي مع عدد آخر قليل من القصيدة غير المنشورة ولقد وجدت فيها تشكيلاً انفعالياً له خريطة واسعة من التشكيلات أقام هذه القصيدة على تفعيلة متفاعل وهي قصيدة طويلة ملحمية مبتنى على هذه التفعيلة التي نعرف أنها من أخصى بالتفاعل المرنة التي تستوعب البناء السردي المتدفق الطويل المنطوي على تجدد أمواج الشعور يمتاز العنوان الحب ثانية أيضاً الحب ثانية وألف علام التعجب معقول حب ثانية إذن بالسمى الشعورية التعجبية الاستغرابية المبطنة باستفهام رجراج مشبع بالانتهاش نحن أمام قصيدة تحتفل بعاطفة الدهشة بمخيال قلباني أحرج قدرة العقل على التدخل وأجبره على الحياد لا بل على تأجيل مهمته المنطقية البرهانية الرقابية ففي الحب العاصف يتراجع الندم وتتعالى المسوغات عن التفسير حيث إن للقلب أسباباً لا يفهمها العقل كما قال باسكان من هنا نلحظ الشبكة الانفعالية الواسعة التي أكسبت القصيدة فراد جمالية في معمارها ولذ خاصة من التعبير الذاهل على نحو ما يقول أو ما يستهل القصيدة قبر على كتفي وشيء مثل رائحة اشتعال الزنبق البري يسري في فضاء الروح أسمع من تخوم العمر إيقاع الجهاد العاديات المقبلات المدبرات المغلات ويا أحلم الفاتحين كأن زوبعة تقوم الآن في جسدي كأن يداً من النعناع توقذ شعلة الذكرى وتبعث في المدى الطفل الذي إلى أكره من هذه الأمواج الشعورية الهادرة إذن هنا يصور هو منظومة الهزات الشعورية السعيدة التي انتبته لحظة دخوله حالة الحب الجديدة فقام خياله الجسور بابتكار المعادلات الموضوعية التي توازي عمل الهزات الشعورية أولاً الانفعال البصري المشهدي قمر على كتفي الانفعال الشمي شيء مثل رائحة اشتعال الزنبق الانفعال اللوني من أين يخطف لونه هذا المساء الانفعال السمعي أسمع من تخوم العمر إيقاع الجهاد العاديات الانفعال الحرك الجواني كأن زوبعة تقوم الآن من جسدي الانفعال الحرك الخارجي والأرض تصعد كي تقبلها السماء الانفعال اللغوي السجعي العاديات المقبلات المدبرات المغلات أو وهذا البحر هذا الجمر هذا الورد هذا الشهد هذا الوجب ثم الانفعال الموروثي حين استحضر شخصيات الحسن بن هاني أبو نواس والمعري والتوحيدي ثم الانفعال التعجب الاستفامي من أين يأتي من أين العصفور من أين العصفير ومن أين موسيقى من أين مزمار الرعاة من أين يقطف لونه كنت وأنا أقرأ أرقص برجلي وأحيانا أقف لأرقض مع هذا الانفعال والانفعال الرئيسي حقيقة في هذه القصيدة هو أسميه الانفعال التكراري الذي نعود إلى قصيدة الحارث حين قرب مربط النعمة مني هنا نجد عندما تحدث عن نفسه عندي تتكرر حوالي عشر مرات أنا لغتي تصبح الانا كونية لأننا نحن وأنا أقرأ هذه القصيدة شعرت أنني أمام قصيدة صوفية كونية ولذلك أعد هذه القصيدة من عيون الشعر العربي الحديث للأسباب الآتية تناولها موضوعة الحب وهي العاطفة الإنسانية الأسمى بحماسة انفعالية نادرة تحرج الذهول ارتقاء ظاهرة التكرار إلى فضاء شعور جمالي باهد حضور التناص بشفافية الماحية إيحائية ذكية استحضار الموروث من خلال عدد من الشعراء القدماء الذين تتوافق رؤاهم مع رؤى الشاعر منح الشكل الملحمي للقصيدة منح الشكل الملحمي للقصيدة ميزة تفرد البنية في الطول وقدرة شعر التفعيل على بناء القصيدة الملحمية انسجام الغنائية الخارجية لمعمار القصيدة مع الرقص الانفعال الداخلي المتوهج والمستمد من رقص الكائنات الطبيعية وإيقاع الخيول غنى القصيدة بالقيم البلاغية المتعددة بين فانتازيا المجاز والإدراك الاستعاري وحمولات التضاد وفضاء الصور الجديدة انشطار العاشق بين ذاته الشاعرة وذاته الجمعية الواعية ثراء التجانس الصوتي كما قلت بين المفردات الورد الشهد الوجد الرعد استخدام ما يزيد على ثلاثين قافية جزئية أسهمت في تجديد المد الشعوري وفي تميز الطراز المعماري لهندسة القصيدة فالقواف الجزئية كانت نهاية مداميك أو كانت أنواعا من الشروفات التي أكسبت مشهد العمارة جمالا ممتعا وجود ومضات شعرية داخل القصيدة ومضات ذهبية قابلة للخلود في الذاكرة الجمعية كقوله وطني جبيني وحدها تكفي لأن تكون حكمة سائرة وليس الحب إلا أن أكون وأن تكوني تماثل عديد من الرؤى في القصيدة مع شفافية الفكر والفلسفة ولسيما فيما يتعلق بجذلية الزمان والمكان وأنتم تعلمون أن الشعر العظيم ينبغي أن يتعالق بالفلسفة أثبتت القصيدة أن الحب قوة نفسية هائلة تعالج الاغتراب وتوتض صلة الإنسان بالحياة وتمنحه دافعية هائجة لصناعة الأحلام وترقى به إلى أوج الاعتداد بالذات وأخيرا ظهرت القصيدة في تصور حدثا عالميا في صورة رقصة صوفية يؤديها الفؤاد العاشق بأحاسيس ذاهلة خارجة عن النواميس المعروفة في العشق وشكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لك لك وإننا كنا لقد قمنا بدورنا البسيط في هذه الاحتفالية المحتفين بالعالم الكبير الأستاذ دكتور وليد سيف أهلا بكم جميعا وشكرا شكرا